موسيقى مساء الخير قولا واحدا رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد لا يتمنى حربا مع مصر أو السودان ولكنه سريعا مرش يسير نحو صدام مع الدولتين فلماذا؟ محاولة الإجابة على هذا السؤال تقتدي أن نفهم أولا للأجندة السياسية لأبي أحمد وفهم هذه الأجندة سوف يساعدنا في فهم إصرار هذا الرجل على استفزاز مصر والسودان والتعنت معهما في ملفي سد النهضة وملف منطقة الفشقة السودانية التي يحتلها أثيوبيون سوف يساعدنا أيضا في فهم كثير من الأزمات الحالية في أثيوبيا وكثير من الأزمات التي يمكن أن تنتج عن أجندته الخطيرة في منطقة القرن الأفريقي وشرق إفريقيا ومنطقة حود النيل فما هي هذه الأجندة السياسية؟ ماذا يريد أبي أحمد؟ الإجابة المختصرة جدا في كلمتين تربيع الدائرة The square, the circle يعني إيه؟ يعني يسعى لإتمام مهمة مستحيلة أو شبه مستحيلة هو يسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وجعل أثيوبيا مرة أخرى دولة شريرة المركزية تتركز فيها السلطات والصلاحيات في يد الحكومة الفيدرالية أو في أديس أبابا على حساب الأقاليم المختلفة المكونة لدولة أثيوبيا ليه دي بتعد مهمة شبه مستحيلة؟ لأنها بتفتح الباب لصراع قديم يعد أخطر وأهم معضلة سياسية في تاريخ أثيوبيا الحديث إيه المعضلة دي هي باختصار هل أثيوبيا دولة واحدة أمة واحدة رغم تعدد أعرقها أم أنها مجرد منطقة جغرافية جمعت شعوب كثيرة بالقوة لا يوجد ما يبرر بقاءها تحت سقف واحد عشان نفهم المعضلة دي لازم نفهم التاريخ وتاريخ أثيوبيا الحديث بيقولنا أن هذه الدولة تشكلت بشكلها الحالي في القرن التسعة عشر وبداية القرن العشرين قبل أن تتشكل كدولة بحدودها الحالية كانت المنطقة الجغرافية التي تعرف الآن بأثيوبيا بتضم مجموعة من الممالك والإمارات والقبائل والشعوب فضلا عن مملكة الحبشة القديمة وكلنا نعرف مملكة الحبشة القديمة في تاريخنا العربي والإسلامي وملوكها اللي كانوا بيعرفوا باسم النجاشي مملكة الحبشة القديمة كانت بتقع على ما يعرف الآن بمنطقة الأمهرة أو إقليم الأمهرة والتيجري بالإضافة إلى دولة إريتريا التي انفصلت عن أثيوبيا أو استقلت عنها سنة 1993 مملكة الحبشة القديمة قرروا في القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين أن يتوسعوا وخصوصا في عهد مليك الثاني الإمبراطور مليك الثاني اللي حكم أثيوبيا من سنة 1889 لـ 1913 وبيعتبر هو مؤسس أثيوبيا الحديثة والظروف الدولية المختلفة سمحت له بهذا التوسع وهذا أمر يطول شرحه مليك الثاني توسع أو وسع إمبراطورية أو مملكة الحبشة القديمة على حساب أراضي وشعوب مجاورة الأراضي والشعوب المجاورة دي كانت بتنتمي للدول التي عرفت الآن بحدودها الحديثة بكينيا والسودان وجنوب السودان والصومال التوسع الكبير ده أدى إلى تغير كبير في الجغرافيا والتركيبة السكانية تضاعفت مساحة الحبشة القديمة وتضاعف عدد سكانها وأصبحت تضم كثير جدا من الأعراق الحبشة القديمة كان العرق المكون لها هو الأمهرة والتجري والعرقين دول اعتنقوا المسيحية الأرثودوكسية لما تغيرت الجغرافيا وتعددت الأعراق وتعددت الشعوب ظلت الأمهرة أو ظل الأمهرة بالدرجة الأولى والتجري بالدرجة الثانية يهيمنان على كل السياسة وبالتالي السلطة وبالتالي الاقتصاد في أثيوبيا الحديثة هذا الأمر خلق لاحقا في الخمسينات والستينات أزمة خطيرة جدا ليه في الخمسينات والستينات وما هي هذه الأزمة؟ في الخمسينات والستينات كان فيه متغيرين أساسيين المتغير الأول عام مالوش علاقة بأثيوبيا هو انتشار حق تقرير المصير وحركات التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية في أثيوبيا وإفريقيا وفي كل دول العالم والمتغير الثاني يخص أثيوبيا إن الإمبراطور هيلا سلاسي اللي هو آخر أباطرة أثيوبيا كان راغبا في تطوير بلده وكان يحتاج لهذا التطوير في عملية تعليم جامعات ومعاهد ومدارس وبعثات إلى الخارج لتخريج كوادر وطنية لبناء الدولة وإدارتها هو ما كانش بيفكر غير في كده ما كانش بيفكر في تغيير سياسي أو إصلاح سياسي اللي حصل إنه مع التعليم اللي كان أهم يعني بداياته أو مؤشراته إنشاء جامعة أديسة بابا ثم مع مجموعة من المدارس والمعاهد والبعثات النتيجة إنه بقى فيه نخبة من الشباب المثقف الأثيوبي اللي شاف العالم حواليه وتأثر بالأفكار المختلفة العاملين دول أدوا إلى الأزمة اللي أنا كنت بكلم حضراتكم عليها أو المعضلة الكبيرة أحيى المعضلة القديمة لأثيوبيا من نحن وبداية من الخمسينات والستينات تشكل طيارين أساسيين طيار الأول بيقول إن أثيوبيا أمة واحدة وإن تعدلت أعرقها وإن الأمة دي بينها روابط كثيرة قوية الروابط دي عبارة عن إيه؟ دين واحد رئيسي اللي هو المسيحية الأرثوذكسية ولغة واحدة رسمية لكل البلاد هي اللغة الأمهرية وثقافة مشتركة هي عبارة عن الثقافة الأمهرية التجرانية رغم تعدد الأعراق يعني واللي بيدعم هذا الطيار بطبيعة الحال كانت النخب الحاكمة وعلى رأسها النخب الأمهرية اللي هو أكثر الأعراق سيطرة على السياسة الأمهرية منذ تأسيس الدولة وإلى الآن يعني منذ تأسيس الدولة القديمة الحبشة القديمة وإلى الآن الدولة الأثيوبية الحالية عبر مئات السنين إنما كان فيه طيار تاني طيار دعمه مجموعة من القوى الثورية ومجموعة من القوى السياسية اللي بتنتمي للشعوب الأخرى خلاف الأمهرة وخلاف التجراء التوجه ده شايف أن أثيوبيا ليست أمة واحدة بل مجموعة من الشعوب وكل شعب وكل قومية له ثقافته وله هويته المختلفة وله لغته وبالتالي هذه الشعوب بعضها إما يشعر بأنه محتل من الأمهرة ويجب التخلص والتحرر من هذا الاحتلال أو على الأقل يشعر بالظلم ويرغف في أنه يحصل على حقوق متساوية مع الأمهرة يعني يمثله بشكل أفضل فيه السلطة وبالتالي يحصل على نصيب أوفر من الثروة من خلال صيغة ما ولتكن حكومة فدرالية يحظى فيها الجميع بحقوق متساوية هو اللي قال أن أثيوبيا ليست أمة واحدة ده المستشرقين الإنجليز الأمريكان المصريين السودانيين لا ده كان طيار وطني أثيوبي يعني بيمثل عن توجهات بعض القواء الأثيوبية على سبيل المثال في الستينات وتحديدا في سنة التسعة وستين كان في أحد القيادات الطلابية الثورية اللي هو وولالاين بيكونن كتب مقالة مهمة جدا وقتها وما زالت مؤثرة حتى الآن بعنوان On the question of nationalities in أثيوبيا فيما يتعلق بمسألة القوميات في أثيوبيا وفي المقال ده حدد مشكلة أثيوبيا وحدد العلاق العلاق قصة يطول شرحها لكن يهمنا التشخيص وتشخيص المشكلة من وجهة نظره أو أزمة أثيوبيا من وجهة نظره أن أثيوبيا is not really anation ليست في الحقيقة أمة ولكنها مجموعة من القوميات وكل قومية لها ثقافة مختلفة وطريقة ملبس مختلف ولغة مختلفة وحتى بيتكلم territorial entity يعني أرض واضحة يعني ليهم قطعة الأرض بتاعتهم أو مساحتهم الواضحة ولكن ما حدث أنه النخب الحاكمة وخصوصا الأمهرية بالدرجة الأولى والتجرانية بالدرجة الثانية دول فرضوا fake Ethiopian identity أو nationality هم فرضوا هوية أثيوبية زائفة وأنه الهوية الأثيوبية الزائفة دي عبارة عن أنك تكون أمهري هم أهل الشمال اللي هم الأمهرية بالدرجة الأولى والتجرانيين بالدرجة الثانية فرضوا ثقافتهم الممثلة في الثلاث عناصر اللي قلت لحضراتكم عليها الديانة المسيحية الأرثتوكسية اللغة الأمهرية الثقافة الأمهرية التجرانية وقال أن تكون أثيوبيا معناها أن ترتدي قناعا أمهريا فده الطيار الثاني تاريخيا أثيوبيا كانت دولة مركزية شريرة المركزية هي كانت شريرة المركزية تحت حكم الأباطرة حتى سقط آخر هؤلاء الأباطرة اللي هو هيلة سلاسي في سنة 1974 وظلت شريرة المركزية تحت حكم الديرك اللي هي اللجنة العسكرية التي حكمت بعد هيلة سلاسي وظلت كذلك تحت حكم منجستو العسكري المركزي اللي خرج من رحم اللجنة العسكرية التي حكمت بعد سلاسي وظلت كذلك حتى سقط منجستو عام 1991 سنة 1991 كانت نقطة التحول لأن إيه اللي حصل في سنة 1991 إن في مجموعة من القوى السياسية تزعمتها قوى من التجري مجموعة من المتمردين والثائرين من التجري تعاونوا مع قوى سياسية أخرى من عرقيات أخرى وأطاحوا بحكم منجستو وكان من يرؤس التجري أو التجرانيين هو ميل الزناوي الذي أصبح فيه ما بعد رئيسا لوزراء أثيوبيا رئيسا لوزراء أثيوبيا حتى وفاته عام 2012 لما جاء التجري إلى السلطة حكموا أثيوبيا بعد منجستو من خلال اتلاف الاتلاف ده اللي هو جبهة الوطنية الثورية للشعوب الأثيوبية تمام ده على أرض ده نظريا أنه هو كان بيحكمه من خلال اتلاف بيمثل كل الأثيوبيين لكن عمليا كان التجري هم من يحكموا بالدرجة الأولى أو بشكل فعلي لما جاء التجري ومعهم الاتلاف اللي حاكموا من خلاله قرروا يغيروا النظام وانتقلوا من النظام الشديد الشديد المركزية إلى نظام فدرالي بيقوم على أساس العرقية على الورق على الأقل يعني عملوا إيه أسموا البلاد إلى مجموعة من الأقاليم تغير عدد الأقاليم استقر الآن عند عشر أقاليم بالإضافة إلى مدينتين منهم أديسة بابا لها نظام خاص طيب كل إقليم بيحكم نفسه بنفسه عنده صلاحيات واسعة وفي بعض الصلاحيات اللي هي بتترك إلى المركز اللي هي العاصمة أديسة بابا كان الهدف من هذا الدستور أنه يحل المشكلة اللي تحدث عنها وولا لاين والقوى الثورية في الخمسينات والستينات أنه فيه شعوب بتعيش في أثيوبيا لكنها لا تمثل في السلطة وبالتالي يعني محرومة ومهمشة فهذا الدستور كان دستورا ثوريا وتقدميا لأنه أعطى لي هذه الشعوب حق أن هي تحكم نفسها بنفسها ده مش بس كده هذا الدستور كان يعني متطرفا في منح حق تقرير المصير لكل القوميات في أثيوبيا وحق تقرير المصير ده يبدأ من أول الحكم الذاتي إلى حد الانفصال عن الفيدرالية الأثيوبية تماما تقريبا بشكل غير مشروط على الورق إن أراضوا الدستور ده طبق بداية من سنة 1995 وما زال ساريا حتى الآن كل دستور له مزاياه وله عيوبه ميزة هذا الدستور زي ما قلت لحضراتكم أنه أرضى الشعوب التي شعرت بالتهميش منذ سنوات طويلة جدا لكن عيب الأساس لو حبينا نختصره في كلمة واحدة هي الفوضى أنه أدى إلى فوضى كبيرة الفوضى دي ناتجة عن إيه قصة طويلة لكن مشكلة هذا الدستور الذي مازال ساريا في أثيوبيا أنه بيفترض أنه فكرة الهويات العرقية المختلفة للشعوب الأثيوية واضحة ومتمايزة جدا يعني من هو أمهاري واضح جدا مختلف دايما عن كل من هو تجراي عن كل من هو صومالي عن كل من هو من الشعوب الجنوبية إلى آخره أو سدامي إلى آخره لكن على أرض الواقع هذه القوميات متداخلة ومتشابكة وبالتالي هذا عقد الأمور في كثير من الحالات وأدى إلى صراع داخل كل ولاية أو أدى إلى وجود صراعات أحيانا في بعض الولايات ووجود أيضا صراعات بين كل ولاية والولايات المجاورة أعطيكم مثال الدستور بينص على أنه كل إقليم من الأقليم العشرة الحالية بينتمي لعرق واحد أو مجموعة من الأعراق بيحددها دستور كل إقليم هذه مسألة مهمة بالغة الأهمية لأنه بيترتب عليها حق امتلاك هذه القوميات لأراضي هذا الإقليم طيب لو كان اسمك مش من بين القوميات التي تنتمي إلى هذا الإقليم لا يحق لك امتلاك الأراضي وامتلاك الأراضي هو الأصل في أي نشاط اقتصادي في العالم خصوصا في بلد بيعتمد اقتصادها على الزراعة والرعي نتج عن كده أنه أصحاب هذا الإقليم وفقا للدستور يحق له امتلاك الأراضي طيب والقوميات اللي مش منصوص عليها في الدستور بتصبح وكأنهم لاجئين موطنين من الدرجة الثانية مستوطنين إلى آخره الأمر اللي بيؤدي إلى مشاحنات وعنف عرقي وأحيانا عمليات تطهير عرقي وتهجير وقتل يعني وبالتالي في فوضى داخل كل إقليم آخر مثال على ذلك اللي احنا تابعناه في إقليم بني شنقول اللي مبني عليه السد إنه بعض العرقيات ومنها عرقية الأمهرة تعرضت إلى عمليات قتل واسعة لأنهم مش منصوص أنهم مش منصوص عليهم من بين سكان الإقليم وفقا لدستور بني شنقول الدستور أيضا أدى إلى مشاحنات ومشاكل أخرى بين كل إقليم والآخر لأنه نتيجة تداخل الأعراق في خلافات حدودية بين كل إقليم والآخر أشهر مثال هو الخلاف ما بين إقليم الأمهرة وإقليم التجري الأمهرة بيقولوا أنه التجرانيين ضموا إلى إقليمهم أراضي أراضي أمهرية بامتياز في بداية التسعينات لما كانوا في السلطة والتجرانيين بيقولوا لهم هذا كلام غير سليم وفي خلاف بينهم طويل الآن يعني حسن بالقوة العسكرية أن الأمهرة استعادوا هذه الأراضي بعد هزيمة أو الهزيمة المؤقتة على الأقل لجابه التحرير تجراني في الحرب اللي بدأها أبي أحمد على التجرانيين في نوفمبر 2020 طيب معنى ذلك أن الدستور الحالي حل مشاكل وخلق مشاكل أخرى طيب إيه اللي طرح القصة دي كلها من أساسها ما الذي طرح المعضلة السياسية اللي احنا تحدثنا عنها في بداية الحلقة واللي مرتبطها بأجندة أبي أحمد الخطيرة اللي طرح القصة دي أنه التجرانيين حكموا من خلال الاقتلاف اللي أنا قلت لحضراتكم عليه تقريبا من سنة 91 حتى 2018 اللي حصل في 2018 أنه سقط حكم التجري اللي بدأ سنة 91 ليه سقط قصة طويلة ولكن مظاهرات مستمرة بداية من سنة 2015 لسنة 2018 سلسلة الاحتجاجات ديات كانت على سوء حكم التجرانيين وسوء إدارتهم للبلاد واستئثرهم بالسلطة والثروة النتيجة أنه سقط حكم التجري بمعنى أنه استقال آخر رئيس للاقتلاف الحاكم اللي كان بيحكم التجرانيين من خلاله وهو مريم ديسالين في فبراير 2018 وعلشان يحلوا المشكلة طلبوا من أحد المكونين أو المشاركين في الاقتلاف اللي هو أبي أحمد أن يحكم مؤقتا لحين عقد انتخابات برلمانية وبالتالي انتخاب رئيس وزراء جديد لأنه أثيوبيا نظام برلماني لما سقط حكم التجرانيين وهيبدأ نظام جديد طبيعي أنه بيتجدد الجدل مرة أخرى حول جدوى الدستور المعمول به في البلاد والنظام الذي يناسب البلاد أكثر هم جربوا الفوضى التي تسبب فيها دستور التجرانيين طيب إيه هو موقف أبي أحمد من المعدلة التاريخية المزمنة لأثيوبيا ده مسألة مهمة جدا أبي أحمد أوضح موقفه بوضوح جدا في كثير من تصريحاته السياسية وفي كتاب أصدره في 2019 بعد حصوله على نوبل والكتاب ده اسمه مدمر ومدمر يعني coming together أو الوحدة وخلصت وكده أنه بيقول أنه ما فيش حل لأثيوبيا حتى تصبح دولة ناهضة واقتصادها جيد إلا بالوحدة وأنه نتوحد على رؤية واحدة بدلا من الحزازات والتفرقة على أساس عرقي طبعا اللي اسمع الكلام ده ينبصد جدا ويقول والله هذا كلام عظيم جدا بس الكلام ده بالنسبة للأثيوبيين يعني مش واضح يعني تقصد إيه بالظبط هو كلام جيد إن إحنا نتوحد ويبقى بينا رؤية مشتركة بس إحنا عندنا مشاكل البلد بطبيعتها بيسموها متحف الشعوب إحنا عندنا حوالي 80 قومية مختلفة وبالتالي ثقافات كثيرة وأديان كثيرة ولغات كثيرة والدستور اللي الناس ثارت عليه أو الحكم اللي بعض القوى ثارت عليه بعض الناس بتؤيده على العموم دي كانت وجهة نظر أبي أحمد اللي بدأ فترة حكمه بإصلاحات وتغيرات أذهالة العالم التغيرات دي كانت عبارة عن إيه إنه أولا وعد بإصلاحات واسعة ولم الشمل ودع المعارضين من الخارج وأفرج عن السجناء السياسيين وفتح كثير من قضايا الفساد الأمر الذي أرضى كثير من القوى السياسية وكمان يعني تابعه العالم باهتمام خصوصا بقى إنه كمان مد يد السلام إلى ألد أعداء أثيوبيا وهي إريتريا الدولة التي كانت جزءا من أثيوبيا ثم انفصلت عنها واشتبكت معها في حرب يعني مهلكة من سنة 98 لسنة 2000 نتيجة خلاف حدودي جاء هو في سنة 2018 وقال لإسياس أفرقي رئيس إريتريا أنا مستعد إنه أنا أنفذ الحكم الدولي اللي بيقول أن لك حقا في استرداد أراضيك اللي هي المتنازع عليها وبالتالي حصل أبي أحمد على النوبل السلام لكن كان فيه قوة تانية في أثيوبيا بتتابع ما يفعله أبي أحمد بقلق شديد وتدرك أن الرجل ليست أجندته يعني مثالية يعني ملائكية هذا رجل يحمل أجندة خطيرة من هي القوة دي تحديدا التجرانيين التجرانيين شعروا أنه كل ما يفعله أبي أحمد بيستهدفهم في المقام الأول ليه وهو لما دعا المعارضة في الخارج المعارضة ديات هي المعارضة التي كانت تعارض التجرانيين الذين كانوا يحكمون أثيوبيا من سنة 91 لسنة 2018 لما أفرج عن السجناء السياسيين هؤلاء السجناء السياسيين كانوا معارضين للتجرانيين لما فدح قضايا الفساد كان بالضرورة يتورد فيها بسؤولين التجرانيين لأنهم هم من كانوا يحكمون البلد بصفة رئيسية وزاد الأمر سوءا بقى أمرين الأمر الأول أن أبي أحمد وصف حكمهم بأنه هو كانت فترة حكم سوداء ويجب إصلاح ما أخطأوا فيه ثم الأنكة من كل ذلك أنه قرر تأجيل الانتخابات التي كان يفترض انتخابات البرلمانية التي كان يفترض أن تعقد في أغسطس 2020 هو أجلها لأنه بدعوة أنه الكورونا لا تسمح بعقد الانتخابات لكن التجرانيين كانوا شايفين أنه هذا يعني أن الرجل خالف المتفق عليه وأصبح يحكم بدون سند وبدون انتخابات يعني حكومة غير شرعية وكرس فيه ذهنهم فكرة أن هذا الرجل لم يأتي لفترة المؤقدة ولكنه جاء ليبقى لما أجل الانتخابات رفضت التجرانيين لما بقول التجرانيين لما بقول الأمهرة لما بقول الأورومو لما بقول الصدامة دايما بتكلم على النخب فقط المؤثرة لأنه داخل كل عرقية في أثيوبيا توجهات مختلفة مؤيدة ومعارضة مش كلهم على قلب رجل واحد إنما لما بتكلم عن التجرانيين بتكلم عن الجبهة التجراي التي تحكم إقليم التجراي والتي كانت تحكم أثيوبيا وكانت أكثر سيطرة لحوالي 27 سنة على السياسة الأثيوبية قرروا أن هم يعقدوا الانتخابات في موعدها بالمخالفة للحكومة الفيدرالية وعقدوها بالفعل في سبتمبر 2020 أبي أحمد اعتبر ذلك تحديا غير مقبول للحكومة الفيدرالية فرد بقطع المخصصات التي يجب أن تذهب للإقليم تصاعدت الأمور وأدى ذلك إلى حرب أعلنها أبي أحمد على التجرانيين أو على الجبهة التي تحكم إقليم تجراي في 4 نوفمبر 2020 علشان أبي أحمد يحارب التجرانيين اللي هي كانت القوى الأقوى سياسياً وعسكرياً في أثيوبيا لمدة 27 سنة كان يحتاج إلى حلفاء يحتاج إلى حلفاء من داخل أثيوبيا ويحتاج إلى حلفاء من خارج أثيوبيا من خارج أثيوبيا اختار العدو القديم للتجراي ولأثيوبيا اللي هو إسياس أفورقي رئيس إريتريا وطلب منه أن يساعده في حربه على التجرانيين ومن داخل أثيوبيا كان يحتاج أيضاً إلى حليف في الوقت ده لم يجد حليفاً قوياً واحداً يمكن أن يدعم أجندته ضد التجرانيين إلا الأمهرة اللي هم يعني خصومهم أو أعداءهم التقليديين واجتمع الثلاثة أبي أحمد رئيس الحكومة الفيدرالية والأمهرة من الداخل والإريتريين من الخارج على حصار وضرب الجبهة التجرانية أو يعني اللخب التجرانية التي تحكم إقليم تجراي وزي مقلت حضراتكم كانت بتحكم أثيوبيا لسنوات طويلة منذ عام 1991 لكن التلاتة دول اجتمعوا على عدو المشترك لكن لهم مقارب مختلفة إيه هو المقرب الأساسي لأبي أحمد اللي تبين بعد كده تبين أنه الرجل عنده أجندة معينة هذه الأجندة اللي قلت لحضراتكم عليها هو أن يجعل من أثيوبيا دولة مركزية هو مش شايف أنه الوضع الفيدرالي العرق ده ممكن أن يأخذ أثيوبيا أي خطوة إلى الأمام ما هو علشان يحقق الأجندة دي لازم يصفي أو يدج المعارضين لهذه الأجندة أكبر المعارضين في معارضين كثير لهذه الأجندة أكبر المعارضين هم التجرانيين اللي هيكونوا متضررين جدا من إصلاحات أبي أحمد وتغيير النظام هناك في كمان الأورومو بالمناسبة أكبر الأعراق في أثيوبيا هم الأورومو من حيث العدد ثم الأمهرة ثم التجرانيين اللي هم أقل من 10% لكن الأكثر نفوذاً في تاريخ أثيوبيا الأمهرة ثم التجرانيين ثم الأورومو الذين تقريباً لم يحكموا أبداً في تاريخ أثيوبيا وما كانش لهم حظوظ تذكر يعني في السياسة وحكم أثيوبيا فضلاً عن باقي المكونات العرقية المختلفة عشان ينفذ الأجندة دي لابد أن يتخلص من معارضي فكرته مين أبرز المعارضة؟ التجرانيين طيب بدأ بتصفية النخب التجرانية المعارضة له وبدأ الكلام ده في 4 نوفمبر 2020 فده كان الهدف الأساسي لأبي أحمد طيب إيه هدف سياسي أفرقي رئيس إريتريا قصة طويلة جداً تحتاج إلى حلقة وحدها لأن ده ليه تأثير جداً على منطقة القرن الإفريقي وطريق التفكير السياس أفرقي إنما باختصار هو وجد إنه دي فرصة ممتازة جداً إنه يتخلص من أعدائه التقليديين اللي هم التجرانيين هم ليه أعدائه؟ ما هو أولاً الخلاف الحدودي بين أثيوبيا وإريتريا هو خلاف في حقيقة الأمر بين التجراء وإريتريا الاتنين متحازين ولما أبي أحمد قال إن أنا مستعد إن أنا أعيد إليكم الأراضي التجرانيين قالوا دي أراضينا إحنا ليس هذا حقك أنت لن نعيد الأراضي إلى إريتريا فهو وجد إنه من الجيد جداً إنه يتخلص من اللخب الحكامة لتجراء وبالتالي يستعيد الأرض المتنازع عليها ده رقم واحد اتنين إنه يخشى من طموحات التبق الحاكمة في تجراء إن هي فكرت في الانفصال وتقيم دولة تجراء الكبرى ده سوف يؤثر على الوحدة الإقليمية والاستقرار السياسي لإريتريا لإن عرق التجراء ممتد في إريتريا تلاتة وهو الأهم والأخطر السياسي أفرقي كانت له طموحات قديمة وما زالت قائمة في إنه يلعب دور أكبر بكثير مما يمكن أن يسمح به وضع إريتريا الصغيرة ولا يتحقق إلا بأنه يكون لي نفوذ على الشقيقة الكبرى اللي هي أثيوبيا وبالتالي انضم لأبي أحمد طب بالنسبة للأمهرة الأمهرة قصتهم قصة طويلة إنما باختصار شديد الأمهرة تعاونوا مع أبي أحمد لأنه هم أكثر المتضررين من نظام التجراء ومن دستورهم وأكثر المستفيدين انتخلصوا من هذا الدستور وعادوا لنظام الحكم المركزي ليه؟ لأنه باختصار شديد الواضح أنه الأراضي التي يعيش عليها الأمهرة في إقليمهم واضح أنها ليست أراضي خصيبة ده واحد من العوامل وبحكم أنه هم كمان كانوا بيحكموا أثيوبيا لمئات السنين هم انتشروا مستغلين النفوذ السياسي ليهم في كل مدن وقرى أقليم أثيوبيا المختلفة قبل دستور التجرانيين كان الأمهرة مواطنين متميزين بيحصلوا على ما يريدون أنا بتكلم على النخب والأثرياء الفقراء الأمهرة بيعانوا زيهم زي الأثيوبيين باقي الأثيوبيين لكن الدستور الجديد عمل تغيير خطير جدا أنه همش الأمهرة وجعلهم أقلية في كل إقليم في أثيوبيا باستثناء إقليم الأمهرة ومدينة أديسة بابا لليها وضع خاص لما يكونوا أقلية معناها إيه؟ معناها أنه مش منصوص على حقهم في امتلاك الأراضي في دستور كل إقليم وبالتالي ده أدى إلى تهمشهم اقتصاديا وتهمشهم سياسيا وآذاهم بشكل كبير جدا وبالتالي الأمهرة راغبين في التحالف مع أبي أحمد في هدفه النهاي أن يجعل أثيوبيا دولة مركزية مرة أخرى حتى يستعيدوا نفوذهم ومصالحهم الاقتصادية هم طبعا ما بيتكلموش كده هم بيقولوا حاجة تانية بيقولوا أنه الدولة المركزية سوف تعيد أثيوبيا دولة قوية مرة أخرى وسوف نحافظ على وحدة أثيوبيا وتعود أثيوبيا تبي جريت أجين أن تعود أثيوبيا عظيمة مرة أخرى لكن كالعادة كما تعلمنا يعني في السياسة كل العبارات الإنشائية بيكون تحتها مصالح اقتصادية واضحة والمصالح الاقتصادية للأمهرة أنا أوضحتها لحضراتكم الأمهرة عندهم أهدف أخرى منه أنه هم يستعيدوا مكانتهم القديمة في تاريخ أثيوبيا منه أنه هم يثأروا من التجرانيين اللي هم خصمهم على مدار مئات السنين منهم أن يستعيدوا الأراضي المتنازع عليها بين الأمهرة والتجري من 30 سنة وما كان لهم أن يستعيدوها أبدا والتجري في الحكم فعندهم مقارب كثيرة التلاتة اجتمعوا ضربوا التجرانيين والحرب ما زالت قائمة الآن ما يعنيني في المسألة أن أبي أحمد كانت أجندته إلى إيه؟ والسبب يعني السبب الرئيسي لشن الحرب على التجراني دول كان العدو الأساسي اللي بدأ بتهمشهم ثم انقلب على الأرومو اللي هو أتى منهم هو أبوه من الأرومو أمه أمهارية ولكن هما الأرومو بيقولوا أنه هو بينتمي إلى أمه أكثر مما ينتمي إلى أبيه الأرومو المسلم لكن أمه أمهارية مسيحية على العموم أجندة أبي أحمد بدأت تتضح لأنه بعد أن بدأ أن يهمش التجري بدأ ينقلب على الأرومو اللي كانوا متحمسين جداً لوصولوا إلى الحكم من خلال عدة أمور بدأ بتجاهل مطالبهم ثم يعني قمع احتجاجاتهم ثم ضرب هذه الاحتجاجات والقصة عند أبي أحمد مشكره للأرومو وفكرته أن الأرومو بيعرضوا فكرة دستور بالغ المركزية هم عايزين يبقوا على الوضع الحالي وإصلاحه مش تغييره بأنه يعودوا إلى الفترة الإمبراطورية مرة أخرى التي هم مشوا فيها ده الأجندة اللي بيعملها أبي أحمد وهذا هو المصار الذي يسير عليه وبيسعى إلى تكريسه من خلال الانتخابات التي سوف تعقد يوم 21 يولو 2020 يعني بعد عدة ساعات من الآن أبي أحمد استفاد كثيرا من تحالفه مع الأمهرة ودعمهم له لكن هذا الدعم له ثمن وهذا الثمن بيتمثل في ضرورة أن يردخ أبي أحمد لمطالب وطموحات الأمهرة هذه المطالب هذه الطموحات من شأنها أن تورطه في صراعات داخلية وقد ورطته على الأقل مع التجري حتى الآن وتورطه أيضا في صراعات ونزاعات خارجية وقد ورطته بالفعل في نزاعات مع مصر والسودان وأعطيكم مثالين المثال الأول الفشقة والمثال الثاني سد النهضة أنا سألت صديق الدكتور محمد ترشين أستاذ العلاقات الدولية السوداني هل يلعب الأمهرة دورا أكثر من غيرهم في تأزيم ملف الفشقة؟ فأجابني بنعم وشرح لي القصة ببساطة منطقة الفشقة مقسمة إلى كبرى وصغرى في التسعينات نازح الكثير من المزارعين من منطقة تجراء إلى الفشقة الكبرى ومن منطقة الأمهرة للفشقة الصغرى أثناء فترة حكم عمر حسن البشير لأسباب يطول شرحها بداية من 2019 أرادت الحكومة السودانية استعادة هذه الأراضي لم تجد صعوبة في إجلاء المزارعين التجرانيين وتحررت تقريبا الفشقة الكبرى بالكامل لكن الحكومة السودانية وجدت صعوبة في تحرير الفشقة الصغرى التي يحتلها ويستعمرها فلاحون من الأمهرة وتحنيهم ملاشيات أمهرية مسلحة تدعمها الدولة رئيس الوزراء الأثيوبي مطالب بإجبار الأمهرة على الانسحاب والنزوح من الفشقة التي هي ليست محل نزاع هو يعترف بسودانيتها لكنه عاجز على إجبار الأمهرة للانصياع لما يجب أن يتم تجنبا لصراع مع السودان بعض الأمهرة طبعا الأمهرة مصرين على الاحتفاظ بهذه الأراضي لسببين السبب الأولاني أراضي خصيبة بتدعم اقتصادهم بشكل كبير جدا وهناك لخب أمهرية مستفيدة من هذه الأراضي الأمر الثاني أن بعض الأمهرة عنده مطالب قومية متطرفة وبيقول هذه أردنا لا يجب أن نتخلى عنها ده بعضهم عنده تصورات أكثر تطرفا وبيعتقد أن للأمهرة حق في أراضي داخل العمق السوداني نفسه ومش بس عند الفشقة الصغرى الملف الثاني هو ملف صد النهضة والأمهرة بيلعبوا دورا أيضا في زيادة حدة الأزمة التي يمكن الوصول إلى حلول وسط بشأنها لكن الأمهرة مستفيدين على مستويين من المشروع وبالتالي مصرين على إتمامه أيا كانت التكلفة المستوى الأول أن هم من أكثر اللي لم يكونوا أكثر القوميات استفادة من فرص العمل التي يوفرها المشروع ومن الكهرباء التي يمكن أن يوفرها المشروع وبالتالي ما يترتب عليه من فرص استثمار وتحسين حياة الإنسان الأمهاري المستوى الثاني أن المشروع بحد ذاته بيوحد من وجهة نظرهم القوميات والأرقيات الأثيوبية المتناحرة وهذا يدعم مشروعهم أو فكرتهم التي تمثلت في فكرة القومية الأثيوبية التي يدافعون عنها ويستفدون منها ويلتقون فيها مع أبي أحمد الخلاصة أن أبي أحمد أثبت تتمثل في أنه سياسي طموح يريد أن يبقى في السلطة وهؤلاء هم حلفاء الآن هو في مأسق إن خالف الأمهرة سقط وإن أطاعهم تورت في كثير من الصراعات والمشاكل داخل أثيوبية وخارجها يعني باختصار شديد جدا هذا الرجل إن خالفهم سقط وإن أطاعهم حلك أشكركم وإلى لقاء آخر بإذن الله